كيو اليوم على مشروع مشروع بروفيتس الممول من فداء مع سيمونسف الهيرمي المندوب اللي جي هوي للتنمية الفلاحية بش ناخده طبعا فكرة حول المشروع هذية في البداية سيمونسف للمستمعين امتعنا شكرا هو اللي حكيته مضم نجاح على الحب الملوك ما هو الا حلقة من حلقات المشروع مشروع تطوير المنظومات الفلاحية من اجل التنمية المحلية بولاية سليانة اسمه بروفيتس هو في الحقيقة معناها واحد من المشاريع الكبرى اللي موجودة في ولاية سليانة واللي الحقيقة معناها تهتم بالمنظومات الفلاحية في جانب جديد خلينا نقوله معناها ما هيش المشاريع الكلاسيكية اللي تعودنا عليها اه ايجا اعمل مسالك فلاحية والا مناطق ساقوية والا هكاكة معناها بدون اي المشروع هدف يعني المشروع عنده هدف ومرتبط ارتباط وثيق بالمنظومات الفلاحية ووضح اه كما علش تم الاختيار على ولاية سليانة اه على فكرة هو المشروع لتطوير المنظومات الفلاحية بولاية سليانة هو المشروع تقريبا الثاني لتمولوا الصندوق الدولي للتنمية الزراعية بعد مدنين اه برودفيل اه وهذا بروفيتس دونك الاهتمام الاول هو المنظومات الفلاحية اه المتواجدة بالجهة وتعرف انه سليانة معناها غنية بالمنظومات اه نجد زيت الزيتون نجد الحب الملوك نجد التين نجد التفاح نجد معناها اللحوم والحليب معناها هذية بالنسبة للنجد كذلك المنتوجات الغبية معناها من عسل ومن اكليل ومن منتوجات معناها غبية اخرى تقريبا سبعة منظومات يهتم بها المشروع هذه شنو الهدف انتاعه الهدف انتاعه هو انه تطوير وتثمين المنظومات هذه من المنتج الى المستهلك عبر سوى معناها السوق المحلية المحلية او السوق الدولية اه وتنمية معناها جميع سلاسل سلسل القيمة سلسل القيمة سلسل القيمة تاع المنتوج هذية كل المنتوج واضح هنا اه ثم الدراسيات معنا وقعت معناها على جميع المنظومات هذه سبعة منظومات تمت اعداد فيها الدراسيات وهذا اه شيء معناها ايجابي معناها وشيء جيد اه الهدف من الدراسيات هذية هو انه اول حاجة بش نعرفه الانتاج اللي عدنا ومعناها المساحات والانتاج في كل منظومة اناهي الانهم المتدخلين في كل منظومة نبدو من الفلاح للمحول المصنع للكوميرسان للتاجر الى المصدر هذي كل ونعرفه انه وهذا جديد معناها ما كانش قبل معناها موجود اه معناها صحيح كنا قبلنا نتحدثوا على مساحات فقط والانتاج كجملي ولكن ما نعرفوش المتدخلين المشروع ذا يهتم بجميع المتدخلين في كل حلقة من حلقات معناها اي منتوج من المنتوجات السبعة اضمها لذكرتم اللي هما مجال تدخل معناها مشروع تطوير منظومات الفلاحية اه المشروع مشروع ذخم في البداية كان في حوالي خمس سبعين مليار ولكن ذك تودي شانج معناها نسبة الصرف وصل الى 92 مليار اه شيء طبيعي انه معناها كوفينانسي معناها تمويل مشترك ما بين صندوق الدولي التنمية الزراعية والميزانية الدولة وكذلك تم مساهمة معناها المنتفعين مدة المشروع يهم حوالي 14 الف اسرة وهذا ما همش الاسر الكلة معناها اللي يهتم باهم المشروع هما الاسر الضعيف تدخل الهشة الفئات الهشة وهذا اه معناها اه ينتبق على الاستهداف معناها انتعى للصندوق الدولي للتنمية الزراعية اللي بتوجه بالاساس الى النهوض بالفئات الهشة هذية ومعناها ضمان لهم دخل معناها اه محترم اه ماذا قلنا معناها المدة انتعوا انتلقت معناها في 2017 بمدة ست سنوات كان من المفروض انه تنتهي الفيلم 23 هجوان 23 ولكن ناظرا لبرشة اه عديد المعناها التعطيلات سواء نعرف انه البروجيت بروفيت سعاش الكوفيد معناها لمدة عامية اه وبالتالي معناها اه ثم اه عناصر لم تنجز في الاجال اللي نعرفو في الفترة انتاع الكوفيد كيفاش اه حبست الخدمة وتعطلت المشاريع وكل طبعا و الممول ارتقى بطلب معناها من اه الدولة التونسية على اه معناها اه استجاب لطلب الدولة التونسية في تمديد معناها لي اه اه في بمدة سنتين للمشروع والله بش ينتهي في جوان 2005 و 2015 ومعناها المشروع تتطلب معناها دراسات معامقة وحتى الانجاز انتاعها يبقى خاضع للمراقبة معنا انتاعها للصندوق الدولي على غرار مثلا كنا كنا نوين على تهيئة دوزاباتوار معنا زوز مسالخ بموصفات عصرية يعني مزال هوني تقريب عامين ان شاء الله مزالوا عامين في مدة الهدف الرئيسي كما ذكرت هو انه تحسين ظروف عيش الفئات الهشة وخلق فرص عمل مستدامة لخمسة وثلاثين عمادة موزعة على خمسة معتمديات بولد سيليان واللي هي معناها جنوب الولاية كسرة سيليانة الجنوبية وبرغو جزء مبرغو ومعتمديات الروحية باكملها الهدف الهدف الخصوصية هو الهيكلة تاع المتدخلين المحليين نعرف انه فلاحيتنا معناها مفلاحين صغار وإي بار بي معناها ما عندهم شكل التنظم بصلب هياكل مهنية وباش يتحصلوا على الامتيازات على الدولة اللي هي كثيرة في المجال الهداية وبالتالي المشروع عمل على هيكلة المتدخلين المحليين في شكل معناها دي جي دي او معناها مجامع تانيمية او تعاونية فلاحية حتى معناها باش الفلاحة ذوكيين خرطوا في الهيكلة دية باش يتحصلوا على اكثر امتيازات من لناء الدولة ويجابه الظروف الصعيبة معناها خير من يكون فلاح وحده هذي العمل الرئيسي العمل كذلك على تطوير البيئة المؤسساتية واللوجستية بما تماشى وتحقيق التانيمة المستدامة للمنظومات بهدف تثمين خصوصية الجهة اللي هما السبع منظومات اللي حكينا عليها كيف نقوله البنية المؤسساتية واللوجستية اي اه توفير الظروف الملائمة للمهوض بالمنظومات هذه نعرفوا انه المنظومات هذه تشكو نقص في الماء تشكو مسالك فلاحية تشكو شباكات مائية لانه كنت حدثوا على الحب الملوك رواو مروي كنت حدثوا على التفاح مروي كنت حدثوا على التين رواو مروي وهذا كله تشهد نقص في الموارد المادية وتدبدب وتقادم للشباكات وبالتالي المشروع هذي جاء لتوفير بيئة معناها ملائمة للنهوض بالمنظومات هذه هذا هو شكرا لك سيمون صف الهيرمي نرجع ان شاء الله في حلقات اخرين سويا على المشروع هذي كيف كيف قطاع كيف كيف نرجع عليه اليوم قطاع حب الملوك شكرا لك سيمون صف شكرا لك مادم نجاح بن عمار كيف كيف لكنتم موجودين معنا نرجع معكم بعد موجز الاخبار مع صفية المحررة اشتركوا في القناة